زاملنا مهندس عمر عبدالقادر Project Management Consultant Contracts Management Associate Director في أحد شركات الملتي ناشنال لإدارة المشروعات مش عارف من حقيقة أقول اسمها ولا لا لكن تقدروا تخشوا عليه كده أنت تعرفوا Certified Project Management Professional B&B Member of Chartered Institute of Arbitrators MCI-ARB Academic Background Master of Business Administration MBA من Arab Academy for Science and Technology حاصل على BSC Civil Engineering Cairo University 2009 Work experience with over 14 years industry experience in the Middle East and proven track record of strong leadership and project delivery عمر عبدالقادر possess extensive experience in project management commercial contracts management and claims management his work experience he has industry experience spans in numerous sectors including infrastructure commercial offices complex built to suit the large-scale mixed-use development مش حول على اسم المشروع الحالي اللي انت فيه برضو During this career his career he drafted managed various construction contracts and services agreement for prestigious projects with amounts exceeding 800 million US dollar أنا شفت المهندس عمر عقود في الفيديك سيلفر لأحد المشروعات الكبيرة من غير ما هو يعرف كان عامل draftي كويس جدا بس لأن الماركت دايق كان الكونتراكتور اللي بيدرس المشروع جاب لي عقد المشروع أدرسه من الكلاينت اللي كان مهندس عمر بيمثله ويمكن هنا أول مرة أقول له التعليق ده وشفت الكومنتز بتاعته الجميلة والتعديل على عقد الفيديك سيلفر بوك أولا شكرا جزيلا أنا بشموس محمد على التقديم الجميل والحقيقة بعد المعلومات القيامة اللي قدمها دكتور فارس واللي أنت قدمتها المهمة تبقى صعبة عليها أو أن أنا زيد عليك بس هنحاول فيما خص استفسارك بقى بمدى كروية المحاضرين هو متهيقل أن احنا مشكلتنا مش في المحاضرين دلوقتي احنا مشكلتنا في الحضور نفسهم هل هم هيبقوا انهم يسمعوا كلام في العقود وهيسيبوا الأهلي والزمالك ولا لأ دي موضوع يرجع لهم أنا أقل النتاج محسومة أنا مليش في الكورة بس كل شو هيشوف الأهلوية بيحفلوا الزمالكوي يعني مش جديدة والله بص احنا مش عايزين نقف على الحياد مش عايزين نخسر زمالنا لو أنسين مش عايزين ناخد يعني صف طرف عن طرف بس زي ما قلت أنا أحاول أبقى خفيف جدا عليكم أنتو أخدتوا وجبة دسمة جدا قانونية بحتة من دكتور فارس ولا يوفت ومالك في المدينة يعني دكتور فارس أوجزها وقدم معلومات قائمة جدا أنا الحقيقة مش عارف الوقت المتاح لقد إيه بشموس محمد بس هحاول على قد أنا بالنسبة لي ممكن برضو يعني نشوف هل الزمال يقدروا يستحملوني نص ساعة مثلا أكمل فيما قدمه دكتور فارس يعني على قد ما نقدر نحاول ما نطولش عليهم يعني ممكن بالوقتي ساعة تقريبا تمانية ونص اللي خمسة ممكن نحاول لحد ساعة تسعة لو زمالنا يسمحوا لنا أو أو قبل كده يعني يعني حاول على قد ما أقدر إن أنا حتى أحط الديدلاين عندي لحد الساعة تسعة لو الناس عندها قابلية أو قدرة إنها تسمع أكتر من كده إحنا معاكم إحنا موجود حلينا تسعة هم حيبانوا بقى هتلاقي الساعة تمانية ونص العدد بإيه اللي كده واحد دهورة تانية راح يتفرج على المرش طيب الحقيقة أنا أنا استمتعت جداً باللي أقدمه دكتور فارس وفي أثناء اللي هو الجزء بتاعه وهو بيقدم أنا كنت حريص إن أنا أتابع تعليقات الزمل بالذات على الشاب ولفت نظري أكتر من تعليق هحب الأول إن أنا أجاوب عليهم قبل ما نبدأ نعرض المحتوى بتاع الأول واضح معايا إنه في حضور من خارج القطر المصري كثير ما شاء الله يمكن من دول عربية كثير زملاء موجودين وأحد التعليقات كان بيسأل هو الكورس ده موجه أو الناس اللي شغال بالقوانين المصرية فقط ولا 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 ده للكل يمكن أنا بس عايز أوضح حاجة ويمكن منصو حمد يأكد على ده وأنا بتكلم هو إحنا لازم تبقى حضراتكم عارفين إن إحنا أغلبيتنا ممكن بسلسنا دكتور فارس إحنا مهارسين ولسنا قانونيين فالشقة قانوني اللي في الموضوع يمكن إحنا حاولنا على قد ما نقدر إن إحنا نقول الرئيسيات وهتشوفوا ده وإحنا بنعرض بس في الآخر إحنا برضو عايز أطمنكم إن حتى الأجزاء اللي إحنا بنتكلم عليها بشكل قانوني زي ما أكيد ناس كتير من الإخوة الحاضرين عارفين إن أغلبية الدول العربية النظام القانوني فيها هو بالتبعية اللي هو إحنا في مصر كنا واغدين ومن القانون الفرنسي بعد كده القانون المدني المصري اتعمل وبعد كده تم استقاء أغلبية مبادئ القانون المصري أو القانون المدني المصري تم الاسترشاد بها أثناء إعداد أغلبية القانون المدنية العربية على سبيل المثال وليس الحصر مثلا في قطر الإمارات العربية المتحدة المغرب تونس يعني في أغلبية الدول العربية القانون المدني المصري تم الاسترشاد والاستهداء به أثناء إعداد القوانين بتاعته فإحنا حاولنا نعمل إيه حاولنا على قد ما نقدر ناخد النقط اللي يمكن متشابهة في القوانين دي وهي دي اللي احنا الكورس بتاعنا هيبقى بيركز عليها او الجزء القانوني اللي فيها هيبقى بيركز عليها علشان ما اندخلش الناس في معضلة ان هو ده بيخضع انا هينفعني في شغلي او مش هينفعني وانا هل انا هستفيد بالمعلومة دي بشكل ولا ولا دي بس للناس زي ما زاملنا سأل اللي شغالين في مصر بس فانا حابب اطمن حضرتك ان انا كنت حريص جدا على ان انا احاول اخد المبادئ الرئيسية اللي ممكن حضرتك لو انت شغال مثلا في الامارات العربية المتحدة هتبقى عارف ان النص اللي احنا بنقوله من القانون ده الارتكل دي لها ارتكل مسيلة في القانون الاماراتي فده فيما يخص اول سؤال تاني سؤال كان بيتكلم طب احنا دلوقتي هل الكورس ده اصلا كورس قانوني يا جماعنا بس عايزة طب من حضرتكو في حاجة هو الكورس ده مش كورس قانوني كورس ده في الاساس النقطة الاساسية اللي احنا في كان زميلي المون صحمد عبدالواهب واحنا بنتداول قبل اعداد الكورس ده سأل قال انا بازهق من كلام القانون ده والحقيقة بحب شعود اتكلم فيه كتير ولما بعض كلام قانوني كبير والاركان والمسئوليات والكلام ده انا بازهق فاحنا كنا حريصين جدا ان احنا ناخد ده في اعتبارنا واحنا بنقد الكورس فهتلاقوا ان المحاضرات اللي تتعرض للقانون في ال في ال في سي ام بي زيرو واحد مش هتلاقوها كتيرا اللي حابب يتخصص اكتر وياخد السق قانوني اه اه بتفاصيله بقى ويكش في ال في الديب ديتيلز هيلاقي ان كورس سي ام بي زيرو سري زي من مون صحمد حسين ما تفضل وقال اه بيتعرض القانون بشكل مفصل ودقيق فيما خص الحقوق والالتزامات وانواع المقود المختلفة واحدة واحنا بس هنقول مقدمة كده اه يعني خلينا اقولها لكم كده بتعبير بسيط شر لابد منه يعني لازم احنا كمهندسين نبقى عارفين الاساسيات دي على النقطة التانية معانا اسد كبير زي ما قلت المون صحمد عبد الواهب بما انه شغال في المملكة العربية السعودية حاليا فهتلاقوا كمان ان غير ان احنا بنتكلم من منطلق ان احنا شغالين بال بالقوانين المصرية وعنده خبرة كبيرة بالشريعة وبقوانين المملكة وهتلاقوا ان هو بازن الله في محاضراته بيتعرض لها بشكل يعني الناس اللي موجودة بزاد في المملكة العربية السعودية هتستفيد ان شاء الله استفادة كبيرة منه. مش عايز اطول في المقدمة اكتر من كده فاسمحولي بقى انا هشير السكرين بالوقتي وهنتكلم في شوية موضع بسيطة كده استكمالا على ما طرحه دكتور فيرس. ثانية واحدة انا بس هشير بالسكرين هلن هل السكرين زهرت قدام حضراتكو ودلوقتي ممكن مهندس محمد يأكد لي لو زهرت اه زهرت اه بشوان سامر طيب كويس او احنا البساطة اه هنتكلم الاول على تعريف العقد نفسه دكتور فارس تطرق للموضوع اكيد وهو بيتكلم بس احنا هنحاول انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوري حضراتكو بموضوع من مهندس مش من قانوني اه وبحاول ان انا اه في الماتيريال اللي انا عرضها قدامكو ان انتو تشوفوا اه التكست وهو موجود بالعربي والنص المقابل ليه في اللغة الانجليزية بما ان اغلبيتنا بنشتغل دلوقتي في مشاريع اه مع اطراف متعددة الجنسيات فبالتبعية لما تشوف قدامك نص قانوني بالانجليش ما تستغربش او ما تقلاش انت في الاخر المفروض تبقى باللغة بشكل كويس عشان تقدر تتعامل مع قود مع جهات دولية مختلفة فانا هتكلم في الاول بالدفينيشن اللي بالانجليش يعني ببساطة اتفاق ما بين طرف او عدة اطراف على انهم يحدثوا اثر قانوني سواء الاثر ده هو انشاء التزام او نقله او تعديله او انهاء من بعض التعريفات برضو اللي موجودة في الفقه ان العقد هو وعد او مجموعة من الوعود يكفل القانون انفازه العقد هو مصدر من مصادر الالتزام الالتزام عمتا اه هو الحقوق او الالتزامات هي الحقوق يعني وتعريفه لو حد حابب يعرف التعريف القانوني هو ربطة قانونية بين دائم ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بان ينقل حق عيني نقل ملكية مثلا او القيام بعمل او الامتناع عن عمل طب ايه هي مصادر الالتزام في القانون او ايه هي مصادر الحقوق في القانون يعني احنا عندنا العقد وهو اه اللي يهمنا النهاردة في الكلام اه بشكل كبير هو اللي احنا موضوع الكورس ده بيتعرض له عندنا حاجة اسمها الارادة المنفاردة اللي هي بتبقى اه طب الطرف واحد او اه تصرف قانوني من طرف واحد عندنا الفعل الدار عندنا الافراء بلا ثبب او الفعل النافع وعندنا القانون نفسه كمصدر من مصادر الالتزام ببساطة اه المصادر دي اللي انت كشخص او كجهة بتستقي منها حقوقك والتزاماتك منها زي ما احنا قلنا اللي احنا معنيين بيت نهاردة في الكلام هو العقد نفسه طيب ايه هو اثر العقد يعني يا حضراتكم لما بتيجوا تبصوا على كتير بتلاقوا اثار العقد طيب ابسط اثر للعقد يا جماعة هو انشاء التزام او مجموعة من الالتزامات على اطراف العقد يعني النهاردة ببساطة فقود التشييد اللي احنا بنتعرض لها بشكل يومي العقد ده لما بينعقد في مجموعة من الالتزامات بتنشأ على الاطراف بتاعته والاطراف دولة هو عقد مقاولة عقد تشييد ما بين مالك ومقاول الاطراف بتوع العقد دول هو المالك والمقاول الانجينير مثلا مش طرف في العقد ده يعني هو ليه مهام كثير جدا وهو اكيد الانجينير في عقد الفيدك يعني ليه كثيرة جدا وليه صلاحياته عليه كثيرة جدا بس هو مش طرف في العقد ده فاثر العقد نفسه هو انشاء التزام او مجموعة من الالتزامات على الاطراف بتوع العقد وفي حالتنا اللي احنا اتكلمنا عليها اطراف العقد دول هم المالك والمقاول او الانجينير والكونتراكتور لو هنروح لتقسيمات العقد بشكل سريع جدا يمكن دكتور فارس ستعرض لبعض منها وهو بيتكلم بس هنتكلم في حاجات بايزيكس احنا كمؤنسين نبقى بس عارفين ايه الترمينولوجيز دي او لما تظهر قدامك الكلمة دي تبقى عارف يعني ايه العقد ده طيب من حيث التكوين والشروط ده كلاسيفيكيشن اولاني العقد الرضائي العقد الرضائي ده ده بقى العقد بمجرد التراضي ما بين طرفين يعني ايه الكلام الجميل ده حضرتك النهاردة عندك عربية سيارة عايز تباعها مهندس محمد حسين عنده عربية مرسيدس جيت انا قلت له يا بشمهندس حسين ان شاء الله يا بشمهندس حسين اشتري منك العربية دي بمليون جنيه طبعا الكلام ده كم زمان قبل التعويب المهندس محمد حسين قال لي في لحظتها واحنا في نفس المكان انا موافق هبيع حالك بمليون جنيه ادي كده يا جماعة العقد ده انا عقد فيه توافق اراداتين من غير اي شروط يعني مفيش طرف اشترط على طرف تاني حاجة غير اللي انا قلتهم اشتريها منك بمليون جنيه انا موافق هنا انعقد العقد ده صورة بسيطة جدا من العقود الرضاقية طيب العقد الشكلي العقد ده لا ينعقد الا باتخاذ رضا العقدين شكل شكلية معينة او شكل معين القانون بيحددهم يعني ببعض الاحيان فيه انواع من العقود زي الشراكة مثلا لازم يبقى مكتوب يعني ده ده غير كده العقد لان عقد فيجي الناس تقولوا ايه ده هو 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 مش العقود كلها لازم تبقى مكتوبة لا يا فندم هو انا زي ما فيه مثال اتألف في اول المحاضرة انا لسه نمتذكره هو اه سبحان الله يمكن احنا كلنا بنستخدمه بس ايه هو دكتور اه فارس وموانس محمد استخدموه برضو النهاردة حضرتك اموانس محمد على وجه القصوص ينرد حضرتك في الشارع وقفت تاكسي قلت له لو سمحت اه انا عايز اروح اه مصر جديدة من اه من ستة اكتوبر مساء تاخد كم مني قالك اخد منك والله اه تلتمين جيني طيب تمام شكرا في عقد ما بين حضرتك العقد ده مش مكتوب العقد ده اه خلاص انعقد ما بين طرفين حضرتك كطرف راكب والطرف التاني هو الصائق نفسه اتفاقته على انه هيوصل لك من المكان الفلاني للمكان القلاني مقابل مبلغ معين العقد ده العقد الشكلي بقى زي ما قلنا ده لازم يبقى مكتوب القانون يعني في بعض تنواع العقود بيشترط الكتابة يعني لازم في العقد يعني كشكل لازم يبقى مكتوب وده بيسمى العقود الشكلي طيب ايه العقد العيني ده يعني جيم ده من حس التكوين يعني ايه العقد العيني العقد ده جماعة مش بينعقد الا بتسليم المعقود عليه اللي هو المحل اللي دكتور فارس تعرض ليه في في المحل بتاعته زي عقد الوديعة او القرد العقد ده ما بينعقدش الا لما يتم تسليم المحل يعني النهاردة حضرتك اخدت وديعة او قرد لازم تستلمها علشان العقد ده انعقدت ايه دي اول عدينا تاني من حيث الاثر هل العقد ده ملزم للجانبين ولا ملزم لجانب واحد يعني ايه عقد ملزم للجانبين ابسط عقد ملزم للجانبين اللي حضراتكم بتتعرضوله بما ان اغلبيتنا يمكن في الحضور مهندسين عقد المقاولة مثلا يعني في عقد المقاولة حضرتك عليك الالتزامات كم كل واحد منكم العقد بيلزمه بمجموعة من الالتزامات طب وفي عقود ملزمة للجانب واحد ايه في عقود ملزمة للجانب واحد ده في الاخر بيرتب التزامات على طرف واحد من الاطراف زي عقد الوديعة يعني اه المودع والمودع الايه في واحد منهم علي لتزامات التاني مع لهوش التزامات. فده صورة من صورة الاقود برضو او من من انواع الاقود. طيب عندنا كمان آآ تصنيف تاني آآ عقد المعاوضة وعقد التبرع. عقد المعاوضة ده ده عقد فيه كل طرف بياخد مقابل لمعطاء للطرف الاخر. يعني آآ انا هعمل لك حاجة هاخد مكانها فلوس. مثلا زي عقد البيع. انا هبيع لك شقة. هفدرتك هتستلم الشقة وانا هاخد مكان الشقة دي فلوس. وفيه عقد تبرع. يعني النهاردة حضرتك جيت عملت هبة زي ما ما قولنا قبل كده. آآ وهبت شخص مثلا اموال معينة او عين معينة. فالعقد ده فيه طرف واحد بس اخد والطرف التاني ما عملش اي حاجة. يعني اخد اخد حاجة والطرف تاني ما اخدش. ده اخر. طيب عندنا كمان هو العقد المحدد والعقد الاحتمالي. انا بس يعني آآ آآ عايز اقول ملخوزة كده صغيرة. يمكن الحضور في منهم آآ يعني اكيد مجموعة من القانونيين. فانا آآ يعني بس اسمحهم ان هما الكلام ده بالنسبة لهم هيبقى بايزكس. زي ما احنا بنيجي نتكلم كمهندسين مثلا مدني عن الكاميرا والعمود وال والتسليح آآ بشكل بسيط ان ده حاجة من الحاجات الرئيسية اللي اي مهندس مدني المفروض يبقى عرفها. بالنسبة للمحامين او القانونيين اللي حضرين معنا يمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده. بالنسبة لهم ده بايزكس يعني فبس تسمحهم يستحملونا شوي. بس يعني علشان احنا كمهندسين الكلام ده مهم ان احنا نبقى عارفينه. فعشان كده بنتعرض له في عجال. طيب العقد المحدد هو اللي كل واحد من المتعقدين وقت ما العقد بيبرم قادر يعرف هو هياخد ايه وهيدفع ايه. ابسط صورة لي عقد البيع. زي ما قلنا من شوية المونس محمد حسين هيديني عربية مرسيدس هياخد مكانها مليون جنيه. كل واحد فينا عارف هو هياخد ايه بالزمد. فده اسمه العقد المحدد. طيب ايه العقد الاحتمالي ده بقى? ده حد من الاطراف. او الاتنين مثلا مش عارفين هما ايه التزاماتهم او هياخدوا ايه بالزبط. وقت ابرام العقد. على سبيل المثال عقد التعميم. في الانشورنس كونتراكس يمكن احنا بنتعرض لها كتير في عقود الانشاءات بالزبط. لما حضرتك بتيجي تشتري بوليس التأمين مثلا ابسط صورها حاجة من الحاجات اللي احنا كلنا بنستخدمها مثلا الكونتراكتورز او رسك انشورنس. حضرتك بتيجي تشتري البوليسة دي والله بتقول له انا عندي مشروع ادي العقد اللي انا ماضي عليه الماول. مسلا بيروخ بيه لشركة التأمين. بيقول له ادي العقد اللي انا ماضي عليه مع المالك. وادي الحاجات اللي المفروض اعمل عليها انشورنس. اه. وقيمة العقد كزا. حضرتك المفروض عشان تطلع عليه بوليسة بتغطي المخاطر اللي موجودة في في العملية دي. هتقيمها لي بكام. هيجي بص تقريبا طب انت طالب تأمين بقيمة كام هتقوله والله انا عايز الكونتركتور دي البوليسة دي تغطي لو حصل اي حدث مسلا عشرة مليون دولار مسلا يعني. فيجي يدرس ويشوف يقولك طيب ماشي. اه اوكي انا هعمل لك البوليسة دي مسلا بسنويا بخمسين الف دولار. فانت هل النهاردة الراجل ده هيدفع لك مليون دولار. لو اه اه النهاردة يعني. ولا لو حصل حدث يؤدي ان البوليسة دي يتم تفعيلها. في الحالة دي هنروح ندفع او او هو كشركة تأمين هيعوضك على القسارة اللي حضرتك تعرضت لها او المشكلة دي بال بالعشرة مليون دولار اللي موجودة في الوسيقى. ما هو ممكن حضرتك العقد يخلص من غير لقدر الله ما يحصل مخاطر او اي مشكلة حريقة وكلافه. وهو كطرف تاني ما ما يدفع لكش اي حاجة او ما يعمل لكش اي حاجة. انت بس اللي كمقاول مسلا دفعت تمن البوليسة. فعقد التأمين او بتاعه انه هو عقد احتمالي. عندنا اه اه اخر هو العقد الفوري والعقد المستمر. العقد الفوري هو اللي بيرتب التزام فوري. زي البيع. يعني النهاردة انا اه هشتري اه كليفون محمول. رايح اه بدفع خلوسه. العقد ده على طول ان عابل. العقد المستمر. ده اللي بيرتب التزامات مستمرة. يعني ده مش حاجة اه بتتعامل دلوقتي وبتخلص دلوقتي. لا. ده حاجة مستمرة على مدى زمني معين. ابسط صورة لها حاجة بنا نتعرض لها كتير عقود الايجار. حضرتك النهاردة بتروح اه تأجر شقة مثلا. اه 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 الشقة دي مثلا شهريا سبع تلاف جنيه او تمن تلاف جنيه. الالتزام بتاعك بدفع الايجار امتى? في وقت معين بيحددوا العقد. هل الراجل ده يقدر يجي طلبك بالايجار بدري عن المعادل اللي العقد بينص عليه? لا مش من حق. هو في الاخر انت بتتفعله الالتزام اللي عليك ان انت بتتفعله بعد مرور فترة معينة من الزمن. فبالتابعية العامل الاساسي هنا عندنا هو الزمن. في العقد الفوري والعقد المستمر. ده جماعة يعني اجاز بسيط جدا جدا على وأنواع العقود. يعني التقسيمة دي مقتصرة. وحاجة بس المهمتصين المفروض يبقوا بها علشان لما يشوفوا الكلام ده ما يتخضوش. طيب اخر حاجة هتكلم عنها في النهاردة يعني في الوقت اللي عندي انا اسمعها تقريبا اتناشر دقيقة. حاول اكون سريع فيها. هي اركان العبد. اه يعني ايه اركان? يعني حضرتك لما بص على الكلمة دي يعني ايه? الاركان يعني ببساطة لو عايزين ادي تشبيه. زي العندان او الاعمدة. النهاردة حضرتك احنا كمؤنسين مدني بتعمل العمود. العمود ده مسلا بيبقى فوقيه اه بلاطة معينة اه وبتحط بتكمل المبنى بتاعك عليها فالاركان دي هي الاعمدة اللي العقد بيتشال عليه. طب ايه الاركان بتاعت العقد الرضائي في القانون? اول حاجة منهم الكامسانت او الرضا نفسه. اللي هو في اه ارادتين تطبقوا تحقق منهم اول ركن من اركان العقد. يعني ايه? ابسط صورها. من الحاجات اللي احنا بنتعرض لها في اه في عقود المقاولات. النهاردة حضرتك اه المالك بعت لك اه انت مقاول. قال لك عندي مشروف ولاني. المعاصفات بتاعته هي. اه اه مستندات المناقصة هي. اللوحات مرفقة وخلافه. ودي نموذج العقد اللي احنا هنستخدمه. اديني سعرك. حضرتك درست. شفت المستندات. جهزت العرض السعر بتاعك والمواصفات الفنية اللي انت متقدم عليها العرض. قدمت العرض بتاعك للمالك. المالك وافق على العرض ده بدون شروط. وانا باكد تاني يا جماعة على بدون شروط دي عشان هقول لكم ليه بعد شوية. من هنا اول ركن من اركان العقد تحقق. اللي هو ايه? الرضاء نفسه. طراضي الطرفين. طيب. ليه احنا بنقول ان بدون شروط يعني انت عمر عمال بتأكد كل شوية. هو اه ايه فكرة ان لازم تبقى ليه كل لما انا اقول لك هشتريه منك الحاجة تقول لي اه موافق عليها زي ما هي كده. ببساطة يا جماعة لو احنا جينا اه في عقد في عقد مقاول عادي جدا. اه نفس المثال اللي احنا قلناه. حضرتك يا مقاول معك مستندات العملية اللي المالك بعتها لك في التندر. درست الدكيموس بتاعتك. لقيت ان الراجل ده. حاطت ان شروط الدفع ان هو هيدفع لك مثلا دفعة مقدمة اه خمستاشر في المية. وهيدفع لك اه 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 مستخلصات جارية كل ستين يوم. انت بالنسبة لك كم قاول النسبة دي او دي مش مقبولة. او شايف ان انت عايز تتفاوض عليه. امتبعت في خطاب الافر بتاعك اللي انت بعته للمالك. طول والله انا بقدم لك سعري عن العملية دي. والبايمين ترمز تاعتي اللي انا باني عليها العرض بتاعي. ان انا هاخد دفعة مقدمة خمسة وعشرين او تلاتين في المية. وان انا هاخد مستخلصات جارية كل تلاتين يوم مش كل ستين يوم. هل النهاردة حد ممكن يقولي على كده ركن الرضاء تحقق? يعني هل احنا دلوقتي كده الطرفين ارادتهم طلاقت? يعني لو لو تسمحوا لي على الشابت ندي للناس كده دقيقة. اه حد يقول لنا اه هل كده الركن بتاع رضاء تحقق ولا لأ? نقود دقيقة كده جماعة على الشابت. ياريت اللي يقدر يجاوب علينا يقول لنا. انا شايف اه 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 بيقول لأ احمد السويسي برضو بيقول لأ شكرا جزيلا. فعلا حضراتكو ردكو مزبوط. اللي انت عملته دلوقتي كام اول اسمه كونديشنل افر. يعني انت عملت كاونتر افر على اللي تقدم لك. النهاردة المالك كان عامل لك حاجة. حضرتك رديت عليه. اه بايجاب جديد. ابدت له اه كاونتر افر زي ما بيقول. لو المالك رد على كاونتر افر بتاعك ده. بأكسبتنس. قال لك طمام انا موافق ان انا اه اه اللي انت حاطتها في جواب بتاع العاطة بتاعك ده. انا موافق عليها. يبقى هنا الايجاب بتاعك ده. قبله قبول من عند المالك. على الشروط الجديدة. لو ما ردش عليك او 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 فضل ساكت او خلاف ولا العقد ما نعقدش او الرضاء ما تحققش هنا. فبالتبعية لازم نبقى حاضرين جدا اه احنا دايما كمهندسين الحتة دي في اوقات كتير بنتعامل عليها وللأسف بتسبب في مشاكل كتير وكليمز بعد كده. ان 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 احنا بدي بقى فاكرين ان انا لما ببعت مثلا وبحط فيه شروط غير الشروط اللي كانت موجودة عندي في المناصة. وبقول فيها ان انا والله عرض السعر بتاعي هو. المالك يقول لك طب والله انا موافق بس انا الشروط دي مش نافعيني. فاحنا كده العطة رسي علي. لا هو كده العطة مرسيش على حضرتك. هو كده حضرتك فيه معضلة لازم تتحقق ان لازم القراتين يتطبقوا ولازم القفر بتاعك اللي بقى ده المالك وافق عليه بالشروط. او بتاع الاطراف بعد كده يؤكد ان الشروط دي توافق علي. ده معضلة تانية قانونية مش محلها دلوقتي بس كدت مهمة قوي عندي نقطة اللي حضرتكو اه 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 تبقوا عارفين فكرة الافر والكاونتر افر. طيب نروح للركن التاني اه اللي من اركان العقد اللي هو الكوز او السبب. السبب ده اللي هو انت داخل العقد ده اه ليه? يعني انت عايز ايه من ورا العقد ده? نروح لنفس مسال العربية. حضرتك النهاردة في في المسال اللي احنا طرحناه. سبب اللي انت داخل عشانه العقد ده لو انت عايز عايز يبقى عندك وصيلة مواصلوب بتاعتك عربية. والطرف منص محمد اللي كان بيباق لي العربية دي محتاج لاموال او محتاج يأب جريد العربية دي محتاج يجيب عربية تاني. فده السبب اللي الاطراف ده كانوا العقد عشانه. المحل دكتور فارس متهيقني آآ يعني شرح كل ما هو اللي علاقة بالمحل بس هو ده الابجيكت ده الغاية اللي في العقد نفسه الموضوع بتاع العقد ده ايه? يعني محل العقد ده هو الموضوع العقد او ايه المراد تحقيقه من ورا العقد ده. وده جماعة بس علشان ما تبقوش ماتهوش في فرق ما بين المحل العقد او اللي هو الموضوع بتاع العقد نفسه. وفي فرق ما بينه وما بين محل الالتزام. محل الالتزام ده حاجة تانية. محل الالتزام ده هو ما يلزم به المدين للدائن. والذي يكون اعطاء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. لكن محل العقد ده هو الموضوع بتاع العقد. انا انا شايف ان انا ناقص لي بالزبط خمس دقيق. فانا مش عايز اخش في الموضوع الوراء. ممكن نفتح على كده لو في باب للاسئلة. نلحق للناس الخمس دقيق دول. متهيق لي قبل ما نخش في موضوع تاني نبقاش ادينا للناس جرعة قانونية جبيرة النهاردة. فممكن الجزء المتبقي معايا في المحاضرة دي نستكمله مع المحاضرة الجاية في ما يخص عقد المأولى نفسه. لو حد عنده اسئلة بشوانسين ممكن يريز هاند او يكتب في الشات. اه وموانسو عمر يقدر ياخد الاسئلة ويجاوب عليها. طيب وفي عدة اسئلة. مش عالف الاسئلة بينها لك مش انسو عمر ولا? انا لأ انا في الشات عندي اه لا مفيش لسه اسئلة تانية. مش انت كوهست يا الماسيجز بتروح الوسط والكوهست. انا فتح. انا فتح الشات عندي. الاجابات اللي كانت اخر حاجة موجودة عندي. لا لم تضاقي الارادتين. لا لم يتحقق. طيب موانسو حمد عبدو عنده سؤال اتفضل مش موانسو حمد? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بشكل سحمد. جزاكم الله خيرا اني هندسة وربنا يا رب يجعلها ان شاء الله رحلة موفقة للجميع. اشكرك شكرا جزيلا هنتفضل. خانوني انا هندسة هل يجب ان انا احدد نوع العقد في في اثناء كتابة مسودة العقد. هو حضرتك قصدك ان انت بتايتل بتاع الكونتراكت نفسه تبقى كاتب عليه العقد ده ايه? مش شرطة ممكن يبقى برضو في بداية في المقدمة بتاعة العقد ان انا اوضح العقد بتاعي. حضرتك تفاهم كويس قوي قصد ان في عقود بتبقى لمصم. بيبقى داخل فيها design and build. بيبقى فيها كثير من الكليمز والمشاكل والAOT اللي بتحصل وحاجات كتير بيبقى فيها مطالبات بتعويض وبيبقى فيها اختلاف نقطة خلافية كبيرة. فهل لو انا عددت نوع العقد في الدعريف بتاعه او في المقدمة بتاعته هل ده يساعدني على يدارة العقد بشكل اسهل? بص يا فنن انا هقول لحضرتك حاجة هو هو ببساطة شديدة جدا هو ده شرط جوهاري اكيد ان انت تبقى عارف بتاعك ده بيزدى على ايه? يعني النهاردة لو حضرتك جات لك مستندات المناقصة وانت الموجود من ضمن المستندات ان الحساب هيبقى عن طريق حساب الكميات المنفذة في ارض الواقع فبالتالي بقى معروف قدامك دلوقتي ان العقد ده ريميجرد لكن ونفس الكلام لو كان العقد مكتوب ان ده هيبقى على ثمن اجمالي او لان سام في الحالة دي طبعا لازم لازم تبقى عارف انت العقد بتاعك ده هتتحسب عليه ازاي? لازم تبقى عارف انت بتاعك ده هيدفع ازاي? ففي الحالة دي لأ لازم طبعا يفضل ان يبقى مكتوب صراحة اه ان ال ال المحطوط في العقد ده يعني لازم يبقى فيه وسيقة بتنص على ده علشان بعد كده تجنب كتير زي ما حضرتك قلت. فلأ ملحوظة مهمة طبعا لازم يبقى موجود في العقد. ده احنا ده ده في الانجينيري بقى لما هنيجي نتكلم على نفسها اكوردن تو دي كونتراكز. يمكن هتبقى في المحضرة مش اللي جاية اللي وراها ان شاء الله. هنتكلم على ده والكاست بايز والبرايز بايز دي كلاسي فلأ ملحوظة مهمة لازم يبقى موجود هل العقد ده ريميجرد ولا مصامر اكيد. او ممكن يبقى اه مش بس كده العقد ده زي ما انت قلت. اه ممكن يبقى ممكن يبقى العقد ده كل الحاجات دي لازم العقد يبقى ينص عليها اكيد. في اه. شكرا شونس عمر. اه مهندس عمر نور اه شايف سؤاله. اه شونس عمر ممكن تفتح المايك وتتكلم. اه 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 السلام عليكم. وعليكم السلامة وبركاته. انا اساساً حراك بس انفس سريع. هو الكورس ده. هيفتني كبرو انجينير. لان انا حالياً وانا برضو خارج اه هندسة مدانة اه قسم تشديد. وشغلت في البروبوزل دبارتمنت. فهل ده ممكن ينفعني مسلا لو تعرضت مسلا العقود بتكون مسلا فريمورك اجريمنت. او اي 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 ان كانت بقية الانواع. ولا ممكن مسلا يفتني بشكل غير مباشر هيتبقى قانونية اكتر. بس مش اكتر ده كان سوي. طيب ترد. جاوب انا انا انت بتصعب. لا اتفضل يا داس نوص. زي ما قلنا انت كبروبوزل انجينير العقد ده بيصب في طلب اعملك. لان انا خلين اديك مثال. انت بتصعر مشروع معين. و اه معينة ماخدتش بالك منها الكلوز المعينة دي ممكن تقلب العقد بالكامل او تقلب السعر بتاعك اللي انت مقدمه والمشروع يبقى خسرات مشترط معاك حاجة بسيطة اديك مثال كنت مرة بقاعد مع مقاول باطن في شركة عندنا بيصعر توريد كابلات اللي هي في مشروع مع احد المصانع العالمية في مصر فالرجل هو بيقرى البند ما خدش باله ان الكاتيجوري هو صعر على كاتيجوري 6 الحرف ده خسروا ضعف ثمن الكابلات وانت بتصعر سواء بتقدم بروبوزل او بتاخد بروبوزل من الكونتركتور لما كنتش عارف ايه التبس او التريكس اللي لازم تقراها وانك تقع عليها ازاي حرف واحد ممكن يقلب لك المناقصة من مكسب لخسارة كل ده انت اه لا حتلاقيه في الكورس ده وتبقى فهمه بل في البروجرام بالجامد وده النوال أولى ليك كمهندس وعقود أو مهندس بتشتغل في مجال البروبوزل لأن مهندس العقود مش بس اللي بيكتب جوابات في السايت يعني احنا دايما نفاكرين أنا فاكر من أحد المواقع اللي روحتها أنا كنت البستاجي في الموقع ده يعني أنا عمل بكتب جوابات بس أي حد نفسه يكتب جوابه يديني درفته على ورقة لحمة كده ويقول لي خد اكتماش مهندس لا مهندس العقود دوره أوسع من كده بداية من البروبوزل اللي بيتبعت أو اللي بتعملنه ريفيو انتهاءا بالكلوز آوت والديسبيوت أو التحكيم فالكورس ده ديزاين ليك ان شاء الله تستفيد منه احنا معنا أربع دقيق فممكن ناخد سؤال تاني أنا شايف مواطن الأسئلة تسمح لي أضيف إضافة كمان يا باشمونس محمد على حضرتك قلته والمواطنس محمد يا باشمونس عمر جاوب على حضرتك يعني بشكل واضح بس أنا حابب أديلك تمان نقطة تانية هو حضرتك النهاردة تشغل في البروبوزلز أو في التاندورينج هو وانت بتصعر المشروع هل انت بتصعر بناء على اللي موجود في والرسومات والسباكسس ولا انت المفروض في ريسكات كتير موجودة في الكونديشنز بتاعة العقد ده لازم تبقى فاميلير بها عشان الرسك ده بفلوس يعني المثال البسيط اللي احنا قلناه لو حضرتك ما أخدتش في اعتبارك مدة الصرف بتاعة المستخلص لقيت دينتل انت مسعر كل حاجة إدارك قاس تاعتك مصبوطة وكل شيء هايل بس ما حتطلك كده term بسيط قوي في العقد بيقولك إن أنا كمالك مش هصرف لك أي جنيه في المشروع إلا لما تقدم لي performance bond مثلا unconditional irrevocable subject لموافقتي أنا كمالك حضرتك ممكن ممكن الشرط ده يخليك تقعد تشتغل شهرين تلاتة وما بتاخدش جنيه تخيل لو هو حاطت إن مثلا مثلا إن أنت تسلم performance bond ده إن ده شرط مصبق لأنه هو يصرف لك مستخلصاتك فليك تيجي تتفاجئ إن أنت شركتك بتمول تلات شهور أو أربع شهور من تمويل بنوك علشان مش قادر تطلع خطاب ضمان ما عندك مشكلة مع البنوك اللي أنت بتتعامل عليها خطاب الضمان اللي مطلوب في المشروع ده برقة كبير وخلافه أو المالك عنده تحفظات على خطاب الضمان اللي أنت بقدمه حضرتك ريسك زي كده ممكن يكلف شركتك إنها بتمول المشروع من جبهة لمدة تلات شهور والمالك قاعد ما فيش أي التزام عليه فبالتبعية فيه ريسكز كتير جدا جدا حضرتك وإنت بتصع أربع شوة لازم تبقى واخد في اعتبارك العقد ده أو المستمدات ده المناصة دي حط على التزامات عاملة زي ما هو ده بفلوس الريسك اللي أنا قلته لحضرتك ده يخليك تحط مارجن كده في تسعيرك إن أنا عندي بروبابيليتي إن أنا ممكن أقعد شغال شهر شهرين وأنا اللي بمول للمشروع ده من جيبي طب أنا هموله زي ما أنا ممكن أخد لون من البنك اللون ده عليه فايدة قد كذا وخلابه فكل دي تكريف مش موجودة في مش موجودة في مش موجودة في مش موجودة في في أي حتة غير نفسه أمنى أن أنا أكون ردت على سؤالك بشكل كافي صح مش فانص عمر مهندس هاريتا بتسأل أنا خريجة قانون هل الكورس ده مخصص أكتر للمهندسين لا للمهندس وللمحامي للمحامي اللي حابي بيشتغل في عقود المقاولات أو في شركات المقاولات أو في التحكيم الهندسي لازم يبقى فاهم عقود المهندسين بيعملوا إيه في شغله لأنه لو محامي ومش عارف إحنا بنعمل إيه مش عارف يحط إيده على المشكلة لأن معظم خلافنا بيبقى هندسي بيقوي أو يعضده القانون الكور بتاعه بيبقى خلاف هندسي فلا الكورس ده هو بالزبط موجه لكل محامي عايز يشتغل في مجال construction industry مهام البروبوزا الانجينير أو البرايسينج انجينير يعني ممكن الوقت لا يكفي هنجاوب على السؤال ده بالذات لكن دي من الحاجات اللي حنتطرق إليها على مهام البروبوزا الانجينير زي ما قلنا من مرحلة الدزاين لحد الكونتراكت signature في مهندسة هالة بتسأل هل الكورس ده هيفيدها هي قسم مهندسة كيميائية والشغل في شركة محطات مية ومشروعة لو الشغل بتاعك هتعرض لتقييم شغل المقاولين بشكل لو علاقة بالعقود أو لو علاقة باستلام الأعمال أو لو علاقة بمستخلصات لازم تبقي فيها معاول لأن انت وانت بتراجع مستخلص أول حاجة هتشوفيها هتشوفي البنود اللي اتنفزت دي موجودة في العقد ولا لأ والبنود اللي موجودة في العقد اتنفزت ولا لأ فإن ما كانش عندك المهارة لقراءة العقد مش هتقدر يتعرفي الكلام أنا بتكلم بس حتى لو على باب التنفيذ أو آسف شغل المستخلصات فهو مش مهانسين المدني أو المعماري بس إيه أسئلة تاني أنا معلش ممكن باش منس عمر باخد الأسئلة في البروجرام احنا أخد شهادة موديول وان وطو وفور من الفيدك وبقية الكورسات لها شهادات من الشركة عندنا بإذن الله آآ لو حد عنده سؤال بقى فني عايز يسأل فيه مونتس عمر تاني ممكن يرفع وإحنا نجاوبه هل المحل هو نفسه النطاق السكوب بص يا فندم آآ هو المحل أوسع بكتير من السكوب انت السكوب ده نطاق الأعمال اللي موجودة ممكن يكون فيه التزامات تانية مش موجودة في العقد ده مش بس بتتعلق بالسكوب اللي انت بتشتغل عليه المحل هو موضوع العقد بشكل عام محل العقد النهاردة هتعمل هتنشئ مبنى تمام السكوب ممكن يجي يقول لك والله المبنى ده أنا محتاجه يبقى عدد الأدوار الفلانية المواصفات الفنية بتاعته كذا لا المحل أشمل من السكوب سكرا مسؤولة عمر أنا بس حابب أقول يعني ممكن نقف عند النقطة دي وأقول للسادة المهنسين اللي حابب أنه ياخد شهادة حضور للكورس هحط ويريجستر فيه وهنبعت له الشهادة على الإيميل ده كده شهادة الحضور وأنا أظن انتشر أو كتب في الشات كذا مرة على آلية الاشتراك في الكورس لكن دي شهادة الحضور للي حابب يتلعب شهادة الحضور يمكن النهاردة ما قدرناش نستمتع بالفكهة بتاعتنا منص أحمد عبدالواهب إحنا سايبين له يعني مجال كبير المحاضرة الجاية بإذن الله ومنص عمر برضو هيبقى مشارك معنا المحاضرة اللي جاية تحياتي لكل السادة المهنسين اللي حضروا معنا الكورس واللي ما قدروش يحضروا يشوفوا إن شاء الله المحاضرة مرفوعة على اليوتيوب ولينكدين والفيسبوك شكرا لكم إن شاء الله ما تنسوش معدنا يوم السابت اللي جاي في نفس التوقيت المحاضرة التانية المجانية بإذن الله حاضر فيها مهندس أحمد مهندس عمر عبدالقاتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته